هو اللي بيحصل طبعاً حاجة أوفر جداً مبالغ فيها جداً لأنه هو الواقعة محدش أنكرها حصلت وحسين الشحات اعتذر سواء كان قبل الخروج من الاستاد أو بعد كده بالبيان اللي طلعوا ثانياً النادي الآيلي برضو كان مبادر بتوقيع أو بالإعلان عن توقيع عقوبة على حسين الشحات الشيء المؤسف بقى هي المبالغة الشديدة من الـ أنا مش عايز بس أقول حاجة أنا عايز أقول أنه هم بيتربصوا لإفساد الأجواء يعني نفخ جداً في الموضوع لدرجة كأن في حرب عالمية ضارت أو هتحصل أو بيمهدوا إلى حرب عالمية وموصلنا لأن هي مشكلة بين المغرب ومصر يعني ده دي قمة نأساها على فكرة يعني حرام جداً جداً اللي بيتعامل ده والأشياء المشكلة إنها وصلت أنا خايف أقرأ أن الأمم المتحدة تدخلت الجماعية العامة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن والله العظيم بجد حرب يعني شيء غريب جداً جداً وده كله لمجرد استغلال واقع حصلت وممكن تحصل في ماتشاط كتيرة جداً على مستوى العالم أنا سوز جمال كوريدة العائبة يعني في حاجة بتحصل أكتر من كده كمان بيحصل أكتر من كده بس كمان أولاً ما كانش فيها أي نوع من العنصرية برضو لازم نحط اعتبار للنقطة دي ما فيش إهانة شخصية أو إهانة لدولة يعني ما فيش حاجة لا لا أسيبكم الكلام ده أصلي إحنا بنرد على إيه كابتن لا صح يعني لا أنا برد على بعض الشائعات والكلام الكتير اللي أثير في هذا الأمر يعني خلي بال حاجة إحنا برضو لازم نأكد على حاجة إحنا مش بندافع عن موقف خطأ لا أحنا كل الناس اللي يقول هذا الكلام لا ده بدليل إنه مش إحنا قبل ما إحنا نتكلم فإن شاء ما حدش يسمعنا يقول إيه ده بيبرروا وبيعملوا لا 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 صاحب الشأن نفسه حسين الشحات طلع وعمل كذا وكذا وكذا النادي الآلي نفسه عمل يمكن عمل كمان إجراء أقوى من الإجراء اللي عملته رابطة الأندية يعني من ناحية المالية فده كله لازم يضع في الاعتبار برضو وبعدين للأسف الشديد أن هناك بعض المسؤولين في أندية مصرية بيحاولوا ينفخوا في هذا الأمر للإقاع بين جماهير مغرب ومصر حاجة غريبة وجميلة دي جديدة دي جديدة دي جديدة دي جديدة دي جديدة دي جديدة مساء معروفين أيوا بس هنفضل لغاية إمتى بنتصيد ما هو ده برضو هل أي واحد عمل بسط مزيف ده مش يعاقب ولا يحسب يعني أي حد عمل حاجة مش مفروض يحسب على هذا الكلام يا أستاذ جمال لو كانت حاسب كانت حاسب العمل للخطاب المزور بتاع وقع 2018 بتاع تزوير النلالي دفع للحكم ده ما حصلتش ده ما حصلتش إذا كنا بدأنا في أمر على فكرة أنا ما كانش عندي مشكلة لنا ندي الحسين الشاحات يا أستاذ محمود 100 ماتش عايزين تدروا 100 ماتش ندروا 100 ماتش